السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسونا لهذا اليوم للصف السادس الابتدائي موضوعنا هو مراجعة المنهج المقرر وحال أسئلة الوزاري للصف السادس سنة 2018 ملاحظة أجب عن خمسة أسئلة فقط أيضاً كان عطاني ستة أسئلة راح نجواب عن خمسة أسئلة سؤال الأول أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة إذن راح نستخدم كلمة صح أو خطأ فلكن أعطاني هو ألف وباء نجي رقم واحد اثنين أربعة تنتبهون شاش كنعملكم هو مجموعة مجموعة اثنين وأربعة جزء من اثنين أربعة ستة ثمانية إحنا سبقاً أخذنا الجزئي وغير جزئي والينتمي ولا ينتمي حتى أكتب ملاحظة عليها حتى ننوه عليها الطلاب لأن كثير طلاب يغلطونا بهذا السؤال عندك الجزئي وغير جزئي وعدنا الينتمي ولا ينتمي وعدنا التقاطع والاتحاد واخذنا أيضاً علامة المجموعة الخالية وعلامة اليساوي إذا تنتبه هخلي علامة اليساوي وبحدة حتى نعرفها أشعر أنا استخدم هاي المجموعات يعني من تجيني أنا مثلاً على شكل فراغات أو على شكل صح والخطأ فأشعر راح أستخدمها يعني أشعر نعف أستخدم جزئي وغير جزئي أشعر نعف نستخدم ينتمي ولا ينتمي هاي بالفراغات فأنت ما تجي هالشكل تخليها ترتبة بكيفك تجي تخلي جزئي غير جزئي ينتمي لا ينتمي تقاطع لا إحنا نمشي أحسب القضاعد الجزئي وغير جزئي هاي لازم تكون بالبداية تحتوي على مجموعتين يعني بالبداية راح تكون عندك مجموعتين أش تكون عندك مجموعتين هاي المجموعة الأولى فرا عندك المجموعة الثانية بهاي الحالة مني سي عندك مجموعتين تقول ست ما دام أنا عندي مجموعتين وإثنين هاتم بهم أقواس إثنين هاتم مش بهم بهم أقواس إذن ستستخدم جزئي وغير جزئي بينما إذا عندك أنت ينتمي ولا ينتمي إلي ينتمي ولا ينتمي هيا أنت ستستخدم عنصر مع مجموعة أسه جزئي وغير جزئي مجموعة مع مجموعة بينما إلي ينتمي ولا ينتمي سنستخدم عنصر مثلا عندك أي رقم يعني خمسة هذا نعتبره عنصر بس ما بينو أي أقواس ما بينو مع مجموعة مع إيش؟ مع مجموعة أخرى فبهاي الحالة أنت اشتري تعمل وانا ستستخدم الجزئي وهنا تقصص ما دام أنا عندي رقم ما بينه أقواس وعندي مجموعة مقابيله إذن بالفراغ إحنا راح نستخدم ينتمي أو لا ينتمي تستخدم هاي الرمزين التقاطع والاتحاد من يطعيك ثلاث مجموعات انتبه عليها من يطعيك ثلاث مجموعات يعني مجموعة الأولى وعندك فراغ مجموعة ثانية يساوي مجموعة ثالثة إذن هاي عندك ثلاث فراغات مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة ثالثة بهاي الحالة من انتكي ثلاث مجموعات اذا غح تستخدم اما التقاطع او غح تستخدم الاتحاد يا تقاطع يا اتحاد زي ان انا اما تستخدم التقاطع اذا غشعت هاي المجموعة كلش صغيري وبهاي الحالة طيب انت تقارن احنا قلنا التقاطع متشابه بين هاي المجموعة وهاي المجموعة تشعل اشني متشابه نفس الارقام معنات انت غح تخلي تقاطع اذا طلعت عندك مجموعة كبيرة يعني ارقام كلش كبيرة يعني مثلا عندك 2 3 مع منه مع 4 5 ينطيك 2 3 4 5 ينطيك هاي المجموعة على فرض تيجي انت بالامتحان تقول ستانع اشي تستخدم اول ما تيجي عندك مجموعة الاولى وعندك مجموعة ثانية وعندك ثالث مجموعة مادام عندك ثلاث مجامية اذا تستخدم التقاطع او الاتحاد تظل عندك شاولة وحدة ايما تستخدم التقاطع ايما تستخدم امتحاد اتبه على المجموعة الأخيرة إذا كانت تحتوي على جميع العناصر بس بدون تكرار فإذا راح تستخدم إنت الاتحاد بل إذا كانت تحتوي على مجموعة قليلة مثلا يعني عندك مثلا 2-6 وراغ مثلا مع 2-4 ينطيك 2 مجموعة قليلة بس فقط إذن هون راح نستخدم التقاطع لنبس المتشابهة أي أخذ بالنسبة للمجموعات نجي على الفاي الفاي هي المجموعة خالية يعني ينطيك سؤال بحيث يكون هذا السؤال شوية بنلوز فهاي لازم تنتبه عليها يعني الفاي هي المجموعة الخالية يعني يقل لك عدد طلاب صف السادس الذين يتقل أعمارهم عن 6 سنوات إذن أقوم بصف السادس طلاب يتقل أعمارهم عن 6 سنوات لا ستماكوا إذن هل تستخدم مجموعة خالية اللي يساوي هاين بيني من ينطيك مجموعتين يتقارن بيناتهم مثلا أليف باء ومنزي يعطاك باء أليف اتنينات من نفس الرموز ونفس الحروف إذن بهذه الحالة أشغل تستخدم تستخدم عملية اليساوي وهكذا أنا أكون أنا سيطرته على المادة إذن بس أغداء الملاحظات تكتبوها بالدفاتر حتى تعفون أيما تستخدمونه الجزئي والجزئي ينتمي ولا ينتمي تقاطعوا اتحاد والمجموعة الخالية واليساوي لأن هذا السؤال كلش مهم ودائما يجي بالوزارة إما يجي على شكل فراغات أو يجي صح وخطأ ننتقل إحنا إلى السؤال الأول سؤال أول ألف ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مثل ما قلنا نخلي كلمة صح أو خطأ يعني ما خلي علامة 2 أربعة جزء من 2 أربعة 6 أثماني بما أنه 2 أتم مجموعتين و2 أم بهم أقواس فإذن الرمض صحيح يستخدموا هل 2 موجودي؟ يعني هاي العائلة الصغيرة موجودي بها العائلة الكبيرة؟ أي موجودي الـ 2 موجودي والأربعة موجودي إذا تكتب صح رقم 2 ننتقل أيضا نحق بالمصدر أنا أمشي حتى أنتم أيضا نفس الشيء ألف باء جيم تتحد مع جيم دالها ينطيك جيم إذن إحنا قلنا الاتحاد يشمل الاتحاد يشمل جميع العناصر بس بدون تكرار هو ما طلع لك بس جيم إذن في هاي الحالة رقم 2 خطأ المفروض يطلع ألف باء جيم دالها ننتقل إلى رقم 3 رقم 3 رمز المجموعة الخالية هو هذا يقل لك هذا رمز المجموعة الخالية نحن نعف رمز المجموعة الخالية أشني فاي مجموعة خالية أو ينطيكوه بين قوسيا بهاي الحالة أنا أشغل أكتب خطأ رقم 4 كنعطاني كم مجموعة 6-3-1-2-3 وتنتبه أش كنعطاك تقاطع يقل لك 1-2-3-4 تتقطع مع أربعة تنطيك 1-2-3-4 أيضا اش نكتب نكتب خطأ لأن نحن نعف التقاطع ياخذ بس فقط المتشابه إذن هاي خطأ رقم 5 اللي هي الأخيرة كل زاويتان نقلنا كل ملاحظة نأخذها بالدفتر إذا في خلال نهية بهذا الصندوق الملون إذن بهذه الحالة أنا لازم أحفظها التعاريف تنحفظ الملاحظات تنحفظ لأن كل شي مهمة كل زاويتان متقابلتان في متوازن أضلاع متساويتان بالقياس زيان أنا يا ترى هذا الكلام صحيح تعال أرسم تلش حتى طوح عليك الدرجة عندك هذا متوازن أضلاع يقوب كل ضلعان متقابلان متساويا بالقياس وكل زاويتان هو يطلب منك هوني زاويتان كل زاويتان متقابلتان متساويتان في متوازن أضلاع صحيح إذا كان هاي مثلا أربعين هاي أشقد أم أربعين إذا هاي خمسة وخمسين هاي أشقد خمسة وخمسين إذن أشنقول نقول صح فبهذه الحالة احنا نكون حلينا السؤال انتقل إلى سؤال أول فرعباء قيس طول جزء من شارع الرشيد فوجد أنه يساوي واحدة أضلاع صحيح بستة كيلو متر فإذا كان طول الشارع على الخريطة خمسة سنتيمتر فما مقياس الرسم الذي رسمت به الخارطة ست هذا موضوع مع المقياس الرسم مين عغفت ستوعى أقول فما مقياس الرسم إذن بهذه الحالة أنا حددت الموضوع أجي أكتب معطيات واحد صحيح ستة كيلو متر عندنا خمسة سنتيمتر المطلوب هو مقياس نكتب مقياس الرسم أشيو غير نطلع إحنا مقياس الرسم إحنا نمشي حسب القوانين قبل ما أجي حسب القوانين حتى نمشي عندنا واحد أضلاع صحيح بستة كيلو متر هذا شلي بوعد حقيقي لبوعد على الخارطة لأنه إحنا نعوف المقياس الرسم يحتوي على بوعد حقيقي بوعد على الخارطة ومقياس الرسم هذا يثف قوانين فقط ستة هذا مادم كيلو متر هذا بوعد حقيقي حددت أنا هذا البوعد الحقيقي الخمسة سنتيمتر هذا بما أنه سنتيمترات إذن هذا البوعد على الخارطة إحنا قلنا الخارطة بما أنه هي صغيرة فإذن بهذه الحالة أنا عدقيسة بالسنتيمتر هل يريد مني؟ يريد مني مقياس الرسم قبل ما أجي على مقياس الرسم أكون عندي ملاحظة كل شي صغيري اللي هي على التحويل نحن نعرف مقياس الرسم ما يحتوي على وحدات ما يحتوي على إيش؟ على وحدات بها الحالة حول لي الكبير إلى صغير يعني حول الكيلومتر إلى سنتيمتر ونقل كل واحد كيلومتر إيش يساوينا ميت ألف سنتيمتر اللي ما يعفى حاول تطلع من كيف الكف في اليد عندك كيلومتر هاي عندك سنتيمتر إذا نتحول من كيلومتر إلى سنتيمتر عندك ألف ومية أشغل حيسيا ميت ألف إذن بهذه الحالة أنا حولته عندك واحدة صحيحة وستة اضربه في ميت ألف نحن نعرف نحول من كبير إلى صغير نضرب في هذه الحالة تجيسي هالشكل عندك فارزة حتى تخلص من هذه الفارزة حاول وديها لليمين واحدث معها صفر يعني وديها شكل لليمين واحدث معها صفر يظل عندك 1 2 3 4 4 0 6 في 1 6 و 1 في 1 يعني ينطيك 160 ألف وانا يتحول إيش إلى سانتي متر تحول من كيلومتر إلى سانتي متر ليش حاولتونه إلى سانتي متر حتى يتناسق مع هاي الوحدة مع وحدة البعد على الخارطة نجح سنكتب قانون مقياس الرسم لنوع يريد القانون طبعا التحويل تعمله قبل ما تكتب القانون القانون لازم ينكتب لأن علينا درجتين مثل ما قلنا هو البعد على الخارطة على البعد الحقيقي البعد على الخارطة أشقد عدنا إحنا البعد على الخارطة ستعدنا خمسة مين جبت من هوني هاي خمسة هاي المعطيعة البعد الحقيقي مية وستين ألف تعال قسم طيب قسم قسمة طويلة طيب تختصر من هوني أو شي غطي الأصفار هاي الأصفار غطيها لا تجي ما نقول خمسة كم خمسة ست بيها واحد زي قسم لي ستعاش ستعاش كم خمسة بيها ثلاثة انتبه ستعاش كم خمسة بيها ثلاثة على اعتبار الثلاثة بيها خمسة خمسة ظل باقي ظل باقي من الستعاش حاول تخليه يمل الصفر عشرة كم خمسة بيها ثلاثة كم صفر ظل عندك ثلاثة نزل إذن يسيه واحد على ثلاثة وهكذا انت تكون وجدت مقياس الرسم طبعا مقياس الرسم للتنويه ما بينه أي وحدة يعني انت هوني عندك سنتيمتر إذا تمتبه هوني ايضا عندك سنتيمتر فسنتيمتر مع سنتيمتر طوح إذن يطع لك مقياس الرسم بدون وحدات سؤال الثاني ألف معين محيطه مئة سنتيمتر جد طول ظلعه وهذا السؤال كثير من الطلاب يخربطون بينه بالامتحان ومع العلم هو كلش سهل يعني بس مجرد تطبيق على القانون هذا السؤال موجود بالتمارين اللي هو معين محيطه مئة سنتيمتر جد طول ظلعه وكذلك أيضا عندنا بالنشاط إذا تنتبهون بالكتاب من الرياضيات بالنشاط أيضا أكو نفس السؤال فس هذاك المحيطش قد 72 سنتيمتر فأنا غيرتكم تركزولي بالنشاطات يعني تركز على النشاطات تركز على الأمثلة تركز على التمارين هاي ما تترك ولا نشاط ولا أمثلة ولا سؤال ما تحلوا بيدك سؤال سؤال تقعد تحل بيدك حتى أنت الطيقة السيطرة على المادة معين محيطه مئة معناته أنت هاي المئة سنتيمتر ما ليش ما المحيط محيط محيط الايش محيط المعين جد طول ظلعه المطلوب طول ظلع بس فقط كنعطاك رقم واحد ويطلب منك مطلب واحد بس في هاي الحالة أنا عندي قانون وكتبت لكمه قدت لك من يطلب منك طول ظلع ويطعيك المحيط ستطبق هذا القانون تكتب طول ظلع يساوي المحيط تقسيم ايش تقسيمه أربعة هاي ايه متي من يطلب منك طول ظلع وكنعطاك هو أصلا محيط يعني المحيط موجود المحيط مئة موجود ويطلب منك طول ظلع إذا تكتب هذا القانون هذا القانون يكتب على المدرجتين يساوينا المحيط اشقد عندك المحيط مئة واشقد عندك أنت بالقانون أربعة قسم المئة على أربعة يعني مثل ما أنت عندك بالفلوس مئة ألف مئة ألف قسمه بين أربعة أخوتك عندك أربعة أخوي قسم المئة ألف على أربعة على أربعة فبهاي الحالة كل واحدة أشقد어 ويأخذ ويأخذ 25 وبهذا كذا انت تكون حالية السؤال تكتب 25 سنتيمتر طول الظلع ومثل ما اتفقنا أنه الوحدة والمطلب ينكتب بالأخير حتى أنت ما يطوح عليك أي درجة ننتقل إلى سؤال الثاني باء سؤال الثاني باء يقول ما العدد الذي ثلاثة أخماسه يساوي 18؟ ما العدد الذي ثلاثة أخماسه يساوي 18؟ طبعا هي عبارة عن جملة مفتوحة من يقلي ما العدد ونقطوك من تجي ككلمة ما معناته هنا رأسا خليها ببالك ونحن نعمل عملية قسمة وإذا أشقلك ثلاثة أخماسه أنا أمي سأجيب الأرقام ثلاثة أخماسه سأجيب من هذه المنطقة لك العطاني يساوينا 18 يساوي أشقد ثمنتعاش إذن أنا غيد العدد ما نعرف إيه مع عدد ثلاثة أخماسه يساوي أشقد ثمنتعاش في هذه الحالة أشياء سأطلع لأنا العدد نجي على هذا السؤال نكتب أنت عندك عدد صحيح هذا الثمنتعاش تسفاد وإنه كلمة ما حاول تحولها إلى إيش؟ إلى قسمة من عقلك ثلاثة أخماس إذا قلك ثلاثة أخماس معناته هاي ثلاثة على خمسة هذه ثلاثة أخماس ثلاثة أزداس معناته ثلاثة على ستة ثلاثة معناته واحدة على ثلاثة ربع يعني واحدة على أربع يعني أنا من الكلام أحاول أترجم الكلام إلى عمليات رياضية ثمنتعاش تقسيم ثلاثة على خمسة هاي تقسيم مين جبتونه؟ يقلي كلمة ما أو يقلي كم مثلا بالسؤال السعاد كم عدد أيضا؟ عدد إذا ضربة طبعا إحنا سبق وأن كتبتوكم اشتعني ما واشتعني إذا واشتعني هاي كلها كتبتوها بالدفتر حتى أنتم تتوضح أمامكم نجحنا بالقسمة ستتقسيم إحنا لازم إذا كان عندي عدد صحيح لازم أنا أخليله كسر تمام أنت شوي رفعه لفوق أحاول أن تخليله كسر حتى يسيغ مع هذا بالضبط نزل الكسر الأول بالقسمة كنا نعمل نزل الكسر الأول القسمة تقلب إلى ضرب ناخد مقلوب الكسر الثاني نعيد الآن الخطوة نخليل العدد صحيح واحد نقلب القسمة إلى ضرب ناخد مقلوب الكسر الثاني هاي ما نساهم يعني 3 على 5 تقلبه سي 5 على 3 أكو اختصار إذا أكو اختصار بين 3 وبين 18 ستأكم نختصار على 3 بية واحد وهاي بية 6 6 في 5 ينطيني 30 إذن إش قيط عليك العدد يطلع عنا 30 وبهكذا نكون إحنا حلينا السؤال انتقل إلى سؤال الثالث أجب عن فرعين مما يأتي كم فرعك نعطاني أليف باء جيم ثلاثة فروع يغيد مني فرعين فرع أليف هذا يخص الدائرة وهذا ما داخل بالمنهج إذن فرع أليف ما وحنحله انحيل فرع باء أنا قلت لكم أنا ما عاد حلي أن حتى لا تتوترون وتركزون على مادة الانتحان فقط باء مربعان طول ظلع الأول 15 سنتيمتر انتبه على السؤال وطول ظلع الثاني 3 ديسيمتر اكتب النسبة بين طول الظلع المربع الأول إلى طول ظلع المربع الثاني بما أنه هو سؤال الثالث باء يخص النسبة أشي عقفته أنا هذا يخص النسبة أول شي هو يقول اكتب النسبة معنات هذا شي موضوع النسبة وبعدها نشقي كن عطاك عطاك كلمة إله وكلمة إله احنا شقلنا قلنا هاي مع منو مع النسبة أول ما تجي اكتب معطيات عندك 15 سنتيمتر وعندك 3 ديسيمتر انتبه احنا قلنا بالنسبة سبقه وان أنا نوهت عليها أنه لازم الوحدات تكون متشابهة لازم وحداتك أشبه لازم تكون متشابهة إذا نبهي الحالة أنا أشياء وغاحت تشابه عندي الوحدات نجي احنا الوحدات مارتي 15 سنتيمتر حاول تحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة منه الكبير سنتيمتر للدسيمتر لاست الدسيمتر أكبر زي نحول للدسيمتر إلى سنتيمتر إذن هذا الظلع الأول هذا ما رح هذا الظلع طول الظلع الأول هذا يبقى بمكانه وانا جي يومه نجي على ثلاثة دسيمتر هذا طول الظلع الثاني المطلب هو إيجاد النسبة بين طول الظلع الأول إلى طول الظلع الإيش إلى طول الظلع الثاني هذا هو اللي يعيغي دم السؤال احنا مثل ما قلنا أول ما نجي لازم الوحدات عندنا متشابهة عندك 15 سنتيمتر وعندك 3 دسيمتر احنا قلنا حاول نحول الوحدات من كبير إلى صغير يعني أنا الخمسطعش هاي تبقى لفس المكانه عندك 3 3 بيش تضربه حتى تتحول إلى سنتيمتر في 10 ليش على اعتبار كل واحد دسيمتر ينطيني 10 سنتيمتر معناه تشقى تنطيني 30 سنتيمتر فتحولت بعد ما حولت تجي السبق أنت طلع لي النسبة والنسبة هنا هتكون كل السهلي نريجي احنا نطلع النسبة هتكون بهذا الشكل وش هاي غيد النسبة بين طول الظلع الأول إلى قلنا كلمة إلى شصية خط كسر أشكوا قبل كلمة إلى طول الظلع الأول يعني أنا عادة نقل من السؤال عادة نقل القانون من هوني وكلمة إلى أشكوا طول الظلع الثاني تنكتب طول الظلع الثاني في هالحالة أقول طول الظلع الأول استشقل عندي أنا طول الظلع الأول ما تجي تأخذ انت الخمسطعش وتساثة ديسي متر انتهى هذا وغاح انتهى دغم نجعل هاي اللي احنا بالاخير اوجدناهم بعد ما حولتو سطور ضلع له والخمسطعش لكن الثاني شقد ثلاثين ده اختصر احنا اختصر على شقد اطيق اختصر على خمسطعش وانتقل اختصر على خمسة على خمسطعش بيها واحد وهي بيها اثنين فانا ماذا اختصر على خمسطعش اذا واحد على اثنين وفاكم انا ايضا اكون حالته السؤال سؤال الثالث جيم جد الجذر التكعيبي يتقبل من عندك هو الجذر التكعيبي اذا انت تجي بهاي الحالة اشنو هتطلع الجذر التكعيبي للعدد ألف من عقول تكعيبي معناته كل تث ارقام انا هحصرهم سوا الطيق ايضا تعمل على اثنين وانطيق نعمل على خمسة نجي احنا عشرة كما اثنين بيها خمسة ظل عندك صفرين ينزلون ما تنزلتها في الصفار لان انت باعتبار العشرة أو خدتها أيضا على سمين مثل ما عندك 500 اقسمها على سمين مع ناتش خضائح ينطيك 250 فيذا بالفلوس الرئيسي نتقل نطلعها حتى تتوضح أمامك أو تقول خمسة كما اثنين بها سمين الباقي 1 عشرة كما اثنين بيها خمسة ونزل السفر ما تنسى على سمين إثنين كما اثنين بيها 1 خمسة كما اثنين بيها 2 والباقي 1 عشرة كما اثنين بيها 5 أستع、لش قد بما أنه أحد وخمسة بما أنه احد وخمسة اذا على خمسة واحد ما يسع اثنا عشر كم خمسة بها اثنين والباقي اثنين خمسة وعشرين كم خمسة تغيط تشطبر الخمسة تشطبر خمسة مثلا اشطبر الخمسة وخلي فقط 25 هالشكل حتى خمسة معرفتين bulbصي 25 كم خمسة بها خمسة على خمسة بها خمسة على خمسة بها واحد بما أنه تكعيبي اذا احنا راح نحصر قلي خلد 3 ارقام نخلي نطلع منه مواحد فإذا اثنين في خمسة شنطيني طيني عشرة اتحقق اضرب عشرة في عشرة في عشرة رح ينطيك ألف وباقي انت تكون تأكدت من صحة الحل سؤال رابع ألف في شكل المجاور جد قياس زاوية واحد قياس زاوية اثنين علما أن ألف باق يوازي جيندال وقياس زاوية باقها وينطينها خمسة واربعين هذا الشكل أيضا موجود عد كم انتم بالكتاب فإذا تنتبه عندك العطاقة مستقيمة يمكن نرسم لك مستقيمة طبعا انت ما ترسم انت بالكتاب موجود قدامك بس مجرد انت تكتب الحل واللي غير يرسم هذا يرجع اللو فإحنا عدنا ألف باق وعندك جيندال ألف باق يوازي جيندال قطعه ما مستقيم في نقطة ها ها واو هاي النقطة عندك هاي الزاوية اللي هي كنعطيك هي باق ها واو طبع شنقراها باق ها واو فإذا شعملوا حرف البنص أنا خلي عليهم الزاوية 45 أش هيطلب يطلب قياس زاوية واحد وقياس زاوية اثنين يطلب هاي بس الزاويتين يعني بس واحد واثنين بس فقط فأنا طيق رأسا أطلعها أش أقول أقول بما أنه 45 وبين ال45 وبين الواحد أش هييفصلني شارع انتمهم هييفصلكم شارع لأن انت عد تعبوا على جهة اللخ على قاطع الثاني فإذا في هاي الحالة هاي 45 هاي اش قد راح تكون تتبقي يا زاوية واحد تساوينا 45 تذكر السبب لأنها متبادلة يعني الزاوية المتبادلة هي زاويتان داخليتان وتقعان كل منهما كل منهما على جهة مختلفة يعني كنت منهم على قاطع يعني هاي هوني وهاي الواحد بالجهة الثانية بحيث أشني يفصل احنا مثل ما وضحتو لكم انه هاي حتى للتبسط قد تكونك يفصل بيانات مشارع بحيث انت تعبغ على الجهة الثانية طلعنا قياس زاوية اثنين اثنين مات واحد تقلي ستهاي 45 هاي اثنين هاي شكل لا هاي الاثنين غحطي قد تطلع بما انه زاويتان متجاورتان الواحد والاثنين احنا هاي طلعناها 45 فاذا نتقول قياس زاوية اثنين تساوينا بما انه هي متجاورتان اذا 180 ناقص 45 لين احنا نعف الزاوية المتجاورة اه نقول 180 ناقص مننا 45 صفر ناقص 5 هاي الصغ 10 وهاي الصغ 17 ناقص 5 5 7 ناقص 4 3 وينزل الواحد اذا اشقد اصبح الزاوية 135 سؤال رابع بق يقول جد ناتج اثنين مما يأتي كنعطاك صفر صحيح واتسعين في صفر صحيح وسبع من مئة واذا انتبه على هذا هاي الارقام اللي عاد تجيني ستهاي كل التاعات تكون مراجعة للمواضيع اللي احنا اخذنا ايه تمام انتبه كنعطاك ضرب وكنعطاك رقمين برقمين عددين عشرين عددين عشرين اذا بهاي الحالة انا راح احاول اشيل الفوارز واضرب ضرب اعتيال يعني هوني كل السهل قول واحد وتسعين في سبعة سبعة في واحد سبعة سبعة في تسعة تلاثة وستين انت طلعت الرقم اذا نزل الستة مئة وسبعة وثلاثة ضل بعدين نرجع الفارزة من ارجع الفارزة لازم احسب مرتبتين واحد اثنين واحد اثنين يعني احسي عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة فانت تحسب واحد اثنين ثلاثة انت عندك ثلاث مراتب فاشو غح تعمل اما اربعة تحط من عندك صفر وتخلي الفارزة وبهكذا انت تكون ايضا حلية السؤال سؤال رابع فرعباء كنعطاك رقم اثنين طبعا هو يقل لك اجيب عن اثنين يعني يمكن اعطاك ثلاث مطالب وانت المفروض ايضا تختار وحدي لازم تختار مثل ما قلنا حتى تعغف انت الحال مالتك ولازم تترك بالاخير خمسة زائد صفر صحيح هو واحد وسبعين طلع لي الناتج ست هذا ما دام عندنا زائد وعندنا كسر عشرين معنات احنا لازم نساوي المراتب يعني رأسن لازم تحدد او شي تفكر بيها شون تحلى لا لا رأسن تجي تحلى الشون حلى بما انه كسر عشرين وعندي زائد او ناقص لازم نساوي المراتب هذا ما بينه فارزة اش عمل له انا خلي له فارزة ما عندي انعد كم مرتبة كان اكو قبل الفارزة اثنين معنات انا لازم اخلي صفرين حتى تساوي واجمع صفر واحد واحد صفر سبعة سبعة وصفت الفارزة تنزل خمسة وصفر خمسة اذا هكذا تتكن حالية السؤال ضرعدنا ثالثا اللي هي ستة عدن صحيح وثلاثة قسم 100 على 100 تذكر احنا بالقسمة او الضرب احنا من نقسم على 100 او مضاعفات المية أو ألف أو مضاعفات الألف أو عشرة أو مضاعفات العشرة نحرك الفارزة لليسار بمقدار عدد الأصفار هاي أمتي هاي بالقسمة وإذا كان عندك عشرة أو مضاعفاتها مئة أو مضاعفاتها ألف ومضاعفاتها فأنت تحرك للفارزة لليسار أنا حاجة حرك الفارزة كم مرتبة حرك الفارزة تحركها مرتبتين بمقدار عدد الأصفار هاي وحدي لليسار يعني هشك راح تمشي واحد تحط صفر وتخلي انت الفارزي باعتبار واحد يسين وانت وصلت ايهوني اذا نحدف الفارز فاسية صبر صحيح و 63 من الف وبهكذا تكون انت ايضا حلية السؤال